كان يفترض في الأخ وزير المالية بإيقاف المحافظة البنك المركزي عن عمله وهذا نص واضح في القانون الوظائف العامة وجميع القوانين الموظف العام البسيط عندما يتم حالة النيابة العامة يتم وقف عن عمله فما بالك هذا المنصب الحساس لأن التحقيق معاه وهو لا زال يمارس عمله فهذا فيه خلال في سير التحقيق فنوجه رسالة للأخ وزير المالية أن يمارس صلاحياته حسب دستور والقانون وأن يوقف المحافظ البنك المركزي حتى ينتهي التحقيق معاه في نيابة الأسواق المال العام لأهمية المخالفات التي يرتكبها ونتمنى أن يثبت العكس